انتخالك من النشئين للفريق الاول طبعا كان اكيد مليون في المية بالنسبة لك نقلة كبيرة والعبت مع العيبة كبار انت تعورت وانت في الفريق الاول فوق ولا وانت في النشئين لأ انا تعورت وانا بلعب مطش ودي واللي عورني عصام الرعي كلنا بنرى ده المقولين كنت في الجيش و بنلعب مطش ودي كنت انا راح الارح لعب مطش يعني كنت بروح على المطشوات بس و كان المطش في المقولين فمن احلى المطشوات اللي ارتاح فخبطت فيه طبعا ما يقصوتش طبعا ده نشئين ولا فريق الاول لأ كنت انا سعيتها بلعب في فريق الاول فريق الاول زمالك اه و كان في المقولين اه اه بس كنت المطش كان تابع الجيش الجيش مع شرطة الاسكرية و رحت مع الاولين بس انا كنت سعيتها في النادي يعني اه 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 وبعدين اه اتعورت التشخيص كان مش مظبوط اه الشرقية والله ارحمه عملت الغضروف على ساق وهو اصلا رباط الصليبية اه اطعي في الرباط الصليبية اه اه فطبعا على ايامي ما كانش فيه العلاجة المتطور ده اه طبعا فكنت بتعالج على نغضروف فكنت كل ما ارجع اجا ارجع تاني رجبتي اصلا لك بشكل الغاط ما بقيت يعني ما قدرتش ارجع اتكلموني في السويس و اتكلموني في الاتحاد استاذ عبدالله الله ارحمه لكن انا كنت زمان مش زي دلوقتي زمان انا عايز اعلع في الزمالك الموضوع تبقى صعب جدا اه صعب اه طبعا كانوا قدامي ناس كتير منهم من كابتن طريحية و حلمي و حمد عبداللطيف و لا مجموعة زمان كانت النجوم كتير قوي 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 و كابتن عدل اب واحد و حليم و كابتن عدل اب حليم و كابتن مانج شلبي يعني و متحة ميكي ده انا طلعت الاتباق يعني بتاع خمستاشر راف جيل كبير طبعا و رب ذلك كنت انا و اسماعيل يوسف و اشرب عب صبد و محمد احمد السعادنا و علاء فوزي سعاد اه سعادنا بتاع ستة او سبعة والحمد لله طبعا ربنا بقى عوضني بقى اه ما كملتش في الكورة بس كملت في التدريب خدت التدريب بادري يعني اشتركوا في القناة